أن يرجع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وقوى اليسار التي تؤيده إلى البحث عن دعم للتنصيب من قوة كتالانية انفصالية ليس أمرا جديدا في تاريخ إسبانيا الحديث وتبقى فقط الاحتجاجات الشديدة والمعارضة القوية التي يمارسها الحزب الشعبي وفوكس ضد حكومة الاتلاف اليساري بحجة تهديد وحدة إسبانيا عقب تواصلها إلى اتفاق مع جيسبر كتالونيا مقابل تنزيل العفو الشامل عن المدانين في الملف الكتالاني هو الأمر الجديد فقد كان رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسم ماريا أثنار زعيم الحزب الشعبي الذي يحرض اليوم على مناهضة اتفاق بين سانشيز وبويش ديمونت قد توصل إلى اتفاق مماثل مع قوى قومية كتالانية بميولات انفصالية وهي كومبرجنسيا يونيون بل حينها كان أنصار الحزب الشعبي يقدحون في الحزب القوم الكتالاني وفي زعيمه بوجول وتنازل للإقليم بعدة امتيازات في عام 1996 فاز أثنار ووزعيم الحزب الشعبي بالانتخابات العامة في إسبانيا لكن حزبه لم يحصل على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب ولضمان تنصيبه رئيسا للحكومة كان على أثنار أن يسعى في الحصول على الدعم من الأحزاب الأخرى حينها قال أثنار صراحة الحكومة الإسبانية عليها أن تتشكل من القوى التي تمثل الحزب الشعبي سنتحدث مع الجميع بحثا عن صيغة أكثر استقرارا سنتحدث بكل الشفافية بحيث إذا قلت يجب أن لا ننظر إلى الوراء على الجميع أن لا ينظر إلى الوراء كان خلالها بوجول في هذه اللحظات وهو الزعيم التاريخي للحزب القومي في كتالونيا يتماطل ويضغط على أثنار الحصول منها على مطالب سياسية واقتصادية لصالح جيات كتالونيا عمليا لم نبدأ بشكل جدي عملية التفاوض ولا مدر ما إذا كان هذا الأمر سيقود إلى نتيجة فقط ما يمكن قوله هو أن كل موقف متفاهم لوقع كتالونيا سيساعد في نهاية المطاف كان الاتفاق ضروريا لضمان تنصيب خصمري أثناء رئيسا للحكومة وفي مقابل دعم سيو تم إدراج العديد من التحويلات والالتزامات التي استفادت منها كتالونيا على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن جميع تفاصيل الاتفاقية على الفور إلا أن بعض القضايا الرئيسة التي كانت جزءا من اتفاقية معروفة مثل التمويل الإقليمي حيث تم الاتفاق على تحسين التمويل الإقليمي لكتالونيا ونقل الصلاحيات حيث كانت هناك اتفاقيات بشأن نقل بعض الصلاحيات الإضافية من الحكومة المركزية إلى حكومة كتالونيا ثم الاعتراف باللغة الكتالونية حيث تم السعي لمزيد من الاعتراف والترويج لاستخدام اللغة الكتالونية سواء عن المستوى الإقليمي أو في إسبانيا ككل ساعتها أثنار كان يقول ضمن خطبه لويد بوجول عن اللغة الكتالانية اللغة الكتالانية هي من التعبيرات الأكثر اكتمالا والأكثر دقة من حيث اللغة وما أريد أن أقوله هو أني لست فقط أقرأ الكتابة منذ وقت طويل بل أفهمها وحينما أكون مع محيط قريب من الأشخاص أتحدثها أيضا ما أريد قوله هو أن تعلم الكتالانية هو أمر قائم في القوانين وأي حكومة عليها ليس فقط احترام هذه اللغة بل تقويتها وعلى الرغم من أن اتفاق المهيب قد وفر الاستقرار السياسي في ذلك الوقت وسمح بتنصيب أثنار إلى أنه أثار انتقادات وجدلا أيضا لكن مضى الاتفاق وتم تنصيب أثنار بعد تقديم تنازلات للحزب القوم الكتالاني اليوم الحزب الشعبي يتهم خصومه اليساريون بقصر الذاكرة وبتجاهلهم لتاريخ الحكم الديمقراطي في إسبانيا حيث بادر أثنار إلى فعل سياسي شبيه بما يقوم به سانشيز اليوم مع جنس لذلك حث بيدرو سانشيز في خطاب التنصيب الأربعاء زعيم الحزب الشعبي ألبيرتو نونيز فيخو على أن يكون متناغما حينما ذكره أن الحزب الشعبي وخصوصا على عهد أثنار قد عفى عن كثير من الأشخاص متهمين بالإرهاب من أجل هدف سياسي محمد المدن ميديان مدريد